موسيقى موسيقى مرحبا فيكم مشاهدين كرام ومشاهدين لغنات الأولى والغنات الرياضية من تلفزيون دولة الكويت وحلقة جديدة من برنامجكم الرياضة اليومية بالسنتر حلقة نتناقش من خلالها في عدة مواضيع رياضية وعلى رأسها القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني التي تم استدعاها لخليجي 26 سيتم النقاش حول هذه التشكيلة وبعض الأسماء التي تم اختيارها وبعض الأسماء التي لم يتم اختيارها أو تم استبعادها عن تشكيلة منتخبنا الوطني ولكن في البداية نتحمد بالسلامة لأخونا وزميلنا الصحفي خاد العدواني أثر وعكا الصحية الحمد لله على السلامة وأجل العافية وإن شاء الله ترجع لقلمك ولمحبينك ولمتابعينك بذل الله تعالى وإن الله يلبسك ثوب العافية أجد لكم التحية ورحب برواد البرنامج طبعا أنه أخذ أخوه تشبير خليل البلاب حياك الله يابن ورح رحيك أخي حامد صبح حقك بالخير وعلى أخوه الكبارة والسادة المشاهدين إن شاء الله تكون حلقة مفيدة وخفيفة عليهم إن شاء الله رحب فيه كابتن وعد سليمان حياك الله بسليمان حياك الله أخي حامد إذا ما سخنها وقت على الأخوة الموجودين وعلى طاغم العمل والسادة المشاهدين هو التبديل للأماكن داما وعد سليمان يكون علي ميني يكون فيه هدوء إذا علي ساري الله يصبح تعالي باعي لك أعجمي أخذك من يجب أبو خالد جمال مبارك حياك الله مسى عليك حامد ومسى على أخواننا المشاهدين وعلى أخواننا الحضور كبارة الكبار طبعا والسليمان كابتني يوم من الأيام كنا نشوفه نستانس ولعبنا مع الله الحمد وكابتن صالح بريتش طبعا لعبوا إياه كلامة قال بس ونخلي عاد أخي جاي مغالبي كلامة أغلب المغالب مع كابتن صاحب ريتش حتى الناس تستغلقوا شو مع صالح بريتش يقول لهم بس حياك الله أبو محمد وخلناها بالبلام باعت طال عمرك حياك الله أبو محمد الله يحييك حامد أصبح المشاهدين الكرام وأصبح أخواني متواجدني يوم معنا أبو خلود شوان الأجواء بره قلتني في مطر ما خلقت الحمد لله خفيفة خفيفة نعم ورشاة المطر زين جيت يعني الحلقة العادة دام الأجواء هذه تأخذك مننا لا والله يا أي على طول بعد لدي شغل فيلتش أبو أتش قلت البلام دليتنا معاي قلت كنت عندي شغل هناك لا مشغول أوصل الله شغلا أوصل الله شغلا فيلتش ما شاء الله طاقة أبو خلود كلها وأنتم كرامان تبنوا طين البيوت الأولية أو سقربحر معاكو طابو عمومة لا تروح فيلتش خليك معنا هنا ما في شك بأن الحديث اليوم وحديث الشارع الرياضي هي تشكيلة والقائمة الأخيرة اللي تم استدعاها لمتخبنا الواطن يغضم ثلاثين لاعب وأعلن عنها رئيس اللاجنة الفنية كابتن أسامة حسين ما في شك بأن هناك بعض الأسماء اللي تم استدعاها بعض الأسماء اللي تم الاستغناء عنها أنا ما رح أتكلم عن أسماء اللي تم استدعاها مهما كانت علامة الاستفهام لو كانت قبل السيديو ما أنا قد نتكلم عنها هذا حق مشروع بالنسبة للجهاز الفني وعملية اختياره ولكن من حقنا أن نسأل عن بعض اللاعبين اللي تم الاستغناء عنهم وبعض الأسماء اللي تم استدعاها بالنسبة للمنتخب وعلى رأس هذه الأسماء الموهبة الكويتية الواعدة عبد المحسن العجمي عبد المحسن العجمي والله لا أعرفه شخصيا ولا عمر قبلته ولكن أنا أتكلم عن حالة حالة لاعب مميز في كل جولة نجم فريقة نجم الدوري ما يتم استدعاءه إذن هنا نتسال عن عملية الاختيار بالنسبة لللاعب إذا اللاعب قدم كل ما عنده بالدوري حاب أن يكون نتيجة هذا الأداة وهذا التمييز انضمامه وتشرفه بتمثيل المنتخب الوطني وورث الداء الفني للزرق ولكن شنو المقياس؟ هل تتم مناقشة الجهاز الفني من قبل اللجنة الفنية بالاتحاد الكويتي على بعض الأسماء؟ هل هي تكون بمزاجية مدرب؟ وهذه حاصلة بكل الأندية على مستوى العالم وعلى اللاعبين على مهما كانت أسمائهم تخضع لمزاجية مدرب ممكن يكون مدرج أو لعب احتياط لجولات عديدة ولكن عبد المحسن العجمي أنا أقولكم هنا هي مطاف هذه الحالة صارت مع أعظم اللاعبين نتمنى أن عدم استدعائك ما يأثر عليك بشكل مباشر ولو نحن نحزن بأن مثل هذه المواهب ما تكون موجودة في متخبنا الوطنية أنا أعطي الحديث للرواد واللي أكيد هم ممروا بتجارب عديدة من خلال مراحل اللي استمروا فيها سواء مع أنديتهم أو مع منتخبات الوطنية لكن بأنور بالنسبة للجنة الفنية بالاتحاد الكويت للكوت القدم ودورها في مثل هذه الحالة في عملية الاختيار بالنسبة للمنتخبات أو بالنسبة لللاعبين تتم المناقشة بالنسبة للجنة الفنية مع مدرب ليش ما استدعت هذا اللاعب أو ليش استغنت عن هذا اللاعب شوف أكيد تتم المناقشة يعني اليوم أنا قرأت تصريح حق أخي يسامن ونسي على بخير هو نائب الرئيس ورئيس الجنة الفنية قال لنا حضر الاجتماع وأن رئيس المنتخبات ومدير المنتخب والمدرب كلهم كانوا حاضرين بالاجتماع أكيد صارت في مناقشات شوف أول شي خلنا اتفق على شكلها واحدة أن أي قائمة تنزل أي قائمة ما راح تلقى عليها موافقة 100% لا بدنا فيها طبيعي هذا شي طبيعي لكن الشيء إذا صار أوفر لا وين شفت الأوفر اليوم شفت الأوفر أنا كبير وايد كبير يعني شفت الأوفر اللاعبين ما يلعبون طيب أنا أقول لك أسماء كلهم حبايبي كلهم عيالنا أنا أقول لك كلهم عيالنا كلهم عيالنا بس مو معنات هذا أن إذا ذكرت اسمين أو ثلاثة أنهم لا هذا وضع الكرة في أسماء ما أنا بنتكر أسماء ما أنا أمان عليك في أسماء زي ما لعبت في أندياتها شفناها في أساسيين وبدعوا بالدوري ما 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 فهم شا السبب أسماء بكثير من ما أقول لك يعني إحنا أنا أحين بعرف السبب أنا بعرف الشغلة وحدة هل الأسماء هذه اللي اختيرت لدورة الخليج فقط ولا رح تكمل فيها إذا بتكمل فيها عندك يمكن ستة أو سبعة أو ثمانية فوق الثلاثين سنة فوق الوحداثين ثلاثين ثلاثين سنة اعمارهم زين و عندك شباب انا متأكد توك ما اخذهم اعمارهم يمكن بالتسعة عشر او بالثمانة عشر انا متأكد ان انا براح تسجلون بدور تخليج ما راح ما راح تسجلون اوكي زين فانت اخدت اشغلت يعني في في لعبين استحقون ان يدشون القائمة ما دخلوا طي يعني وهذا الصراحة شيء يعني 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 اكثر من علامة استفهام و راح ارجع بس اذا ما تبي نذكر الاسماء يعني لا لا صعب ان ننتقل مع المشاهد لا 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 انا ما اقدر اقول اللعب هذا ما يأدي او احتياطه لا لا ما اقول او انه جاي من اصابة والمفروض يكون مكانه اللعب الفلاني يعني عارفين نفسه ما يخالف يعني معروفين عندي الشيء عارفين ترى كم لعب عنده كم ناد يعني معروفة ولكن كابتن والسليمان بالنسبة لي لعملية الاختيار هل ممكن تكون من باب المزاجية بالنسبة لمدرب و اذا كانت مزاجية على بعض الاسماء يجي دور اللجنة الفنية بداوجة النظر ليش ما اخترت اللاعب هذا و ليش اخترت هذا اللاعب والله اخي الحامد شوف ما عندي شيء يقول ازيادة قلنا وتكلمنا وتحسن ولا عندنا شيء ازيادة خلاص انا كنت نقول في السابق عن بعض الاسماء وبعض التخبطات و كده كلها مذكورة صح كلها مذكورة و كلها ولكن انا اليوم سوا لي بس اذا تسمح لي بيسمح لي الاخوان انت اليوم اخترت واحد وخمسين لاعب المنتخب الأولمبي ايه بالقالبية للأسف واحترم رأيهم يقول لك ما عندنا لاعبي انا اليوم عندي حراسة مرمى سبعة ضهير ايسر ثلاثة ضهير ايمن سبعة قلب دفاع اللي يقول لك والله ما عندنا احد اختار فلان ولازم فلان ما يموجود عشر لاعبين غالب دفاع موجودين بالمنتخب الأولمبي ما شاء الله وسط اربعة عشر لاعب مهاجم اربعة جناح ستة لما تذكر الاندية العربي الغادسية النصر الشباب الجاهرة خيطان التضامن السالمية الساحل من اغلب الاندية اذا مو كل الاندية فانا اليوم اللي يقول لي والله ما عندنا لاعبين وحنا والله متمسكين في فلان لان ما عندنا بديل انا اقول لك هذا اختيار هذا مو غايمة والسلمان هذا اختيار المنتخل هذا اختيار المنتخل اللي صدق عليه اتحاد الغدر صحيح اللي يقول لك والله البعض يقول ان والله ما عندنا احد وهل مناسبة صراحة انا اشكر طبعا ايضا الجهاز الاداري برئاسة جراح جراح العتيجي صراحة وايضا مدير طاع الناشئين الكابتر عبدالله بنية اللي صراحة لقى منهم كل تجاوب لما اتكلم معهم اولا اطلب منهم اي شيء صراحة على طول لو لا هذا التجاوب ما نغشنا هذا شيء طبيعي فانا اقول لك يا حامد انا اليوم ما بيتكلم عن المنتخب الاول تكلمنا ما فيه الكفاية وقلنا وخلاص ولكن اليوم نتكلم عن 51 لاعب تم اختيارهم للمنتخب الاولمبي مصادقة اتحاد والغدم اللاعبين هذول هل معقولة اليوم ما عندك منقول عشرة اغل شيء عشرة من واحد خمسين ما يخدمون المنتخب الاول اليوم العشرة اللاعبين غلوب الدفاع اللي حنا من سنوات طويلة ونازلنا نقولك والله ليش تاخذ فلان ما عندي بديل ليش تاخذ فلان ما عندي بديل زينة اليوم اختار عشرة العشرة ما فيهم اثنين اثلاثة هذا اليوم نتكلم عن سياسة الاتحاد والغدمة بالاخير اليوم حنا نتمنى التوفيق للمنتخب وللاختيار نتفق او نختلف وبالاخير عندنا استحققات قادمة ان شاء الله دورة الخليج وتعصيات كاس العالم المكملة وحنا ان شاء الله نكون معاهم وراح نشد نزرهم نعم ننتقد بعض الامور ولكن ان شاء الله نقولهم ان شاء الله بندل لحنا وياكم لانه خلص انتخذنا بما فيه الكفاية يجب اليوم ان نركز على منتخبنا وعلى النتائج خاصة الدورة اليوم ان شاء الله بالكويت ان شاء الله والاخوان يستحقون كل الدعم سواء كراعبين او مجلس الادارة وانتمنى التوفيق الجميل ان شاء الله بو خالد عندك تقليق على عملية الاختيار الاسماء اللي ذكرها والاعداد اللي ذكرها كابتن واقل واحد وخمسين لاعب شاب بيتطلع بان يمثل المنتخب الكويت وافضل افضل مناسبة بانك انت يتوارز هذه الاسماء وهذه اللعبين ومعه الطموح ومعه الشغفية بطوة كاس الخليج واحنا قلنا ان كاس الخليج استعداد ايضا من ضمن تصفيات الكاس العالم نشوف احنا هذه تعودنا احنا دايما ان نشوف دعم حق المنتخب الاول اللاعبين من اللاعبين الاولمبي بس ما ذكر المسلمان عشر لاعبين على الاغل كنتواجدين او ثمان لاعبين مع المنتخب الاول بس انا مع المدرب بيتطريقة شفت الصراحة يعني انا مو مستغرب من ما ينقل تشكيله ولا اي شيء سويه بالتشكيله سواء الاختيار وعدم الاختيار اي شيء سويه انا متوقع منه كل شيء يعني متوقع من اللي شفتها بالتصفيات مرة نشوف مهدي دشتي اول لعبه اساسي بتصفيات اساسي يقدم مستوى طيب بعدين تشوف اربع مباريات خمس مباريات بره بتشكيله تشوف علي خلاف افضل لاعبين بالمرحلة الاولى بعدين تشوفها خارج التشكيله يعني شفت له شغلات عجيبة معابيتة فاي شيء يسويه انه مستغرب منه شغلات عندي عادية بس اهم شيء بالوقت هذا المرحلة هذي ان كلنا ندعم المنتخب صحيح لان المنتخب حتى اللاعبين المتواجدين يعني انا مو ضد ولا اي شخص متواجد مع المنتخب اتمنى 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 ان اي لاعب موجود مع المنتخب يثبت للكل ان انا استحق اكون قاعد مع المنتخب واتمنى ان اي لاعب يقعد احتياط او يقعد على المدرج لا يبين على الزعل انت بالنهاية قاعد تمثل دورة الكويت مثل ما احنا قاعدين نقول في لاعبين يستحقون انهم يروحون انت اثبت الوجود حقنا احنا كجماهير ومشاهدين اعلاميين ان انا استحق اكون في هذا المركز بالسابق انا نقول اللاعب الاساسي اهم شيء لا نحن هو اللاعب الاساسي اللاعب الاحتياط هو اللاعب الاحتياط لعلمدرج هم اللي شدون على بعض هم اللي تسوي من فريق تيم وارك يعني الغوة تيم من جميع اللاعبين مو بس من اللاعبين الاساسيين وانتبني التوفيق للمنتخب بمحمد الكلام عاطفي وانا ملوم الشباب يعني اذا شجعوا المنتخبين وهذا حق لا هذا حق واجب واجب ولكن انا اتكلم عن حالة ما بي اذكر اسمه انا راح كل هذه الاسمه راح احطها بحالة عبد المحسن العجمي اذا انا طول الموسم اقدم اللي علي وانا النجم وما يتم اختياري عملية الاحباط او هذه الحالة محبطة جدا بالنسبة لللاعبين انا انا شنو ليش انا اتميز عن غيري اذا بالنهاية ما يتم اختياري وما في احد ممكن ان يدافع عن هذه الموهبة شوف حامد انا وياك بل يعني ليش واحد الدوري يعني يحاولنا يلعب في على مستوى الطموحة يروح للمنتخب فانا لما ابدع ابدع فيه خنقل في الدورة وكناه من افضل لاعبين في الدورة وما يتم اختياري للمنتخب اكيد بيكون شيء محبط لي هذا يؤثر على غيره بعد بعض المميزين نتكلم على محسن العجم حكم اننا اشهدنا فيه في الفترة السابقة و كنا نطالب فيه ان يشارك في اللمباريات و ما كان شارك لو تشوفها بمنظور ثاني حامد هي صدم عبد المحمد عبد المحسن العجم كما نذكر اسمها مثل عذب الشاب مثلا عذب الشاب في اغلبية المباريات والتصفيات كان يلعب خير ان كان اساسي كان يلعب لاعب بديل تم استبعاده من تشكيله من 30 لاعب و ليس موجود من 30 لاعب تقريدة عبد المحسن الزامل على كلامك عذب الشاب لعب ستة من أصل 6 مباريات في التصفيات و تم استبعاده اي انا اقولك يعني هي الاختيارات عبد المحسن العجم يقول يستحق ان يكون مع المتخب كنا نطالف ان يكون موجود واستبعد الحين هم عليها علام السفهام لو تشوف علام السفهام الاكبر تشوف علام السفهام الاكبر تشوف علام اللاعب ان يشارك بستة مباريات صح هذا في جميع المباريات شارك و يتم استبعاده الحين من ضمن 30 لاعب فهذه علام السفهام اسمها قلب انور هي اي تشكيلة تصير لازم يصير فيها انتقادات لماذا لا يأخذ الجمال لماذا لا يأخذ الواء كجمهورة او احنا حتى كمحللين هنا ما رح ترضي الجميع لا تتلاقي لاعبين ثلاثين انت راي اعنى او 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 اراي بوسلم او اراي لكن لو ترد يعني حامدا تقول مثلا من مسؤوليته هي كده اولها لأول خطرها من سورة المدرب مثلا تقول المسؤال حق بو انور هل اللجنة الفنية ناقشت المدرب انا المعلومة اللي عندي انه قعدوا مع المدرب وناقشوه على سامي سواء لسامي المستدعات او لسامي المستبعدين لكن المدرب شرح وجهة نظره وقال انا هذي اختياراتي انا كمسؤول سواء اللي عرفة كان اي من معاهم وسامي انا ابدي وجهة نظري واقول لماذا خذت جمال ولماذا استبعت وائل لكن المدرب لما يقول اللي هو يبي انا ما قدر افرض عليه يعني انا اسمع ناس كثير يقول لك المدير لازم يفرض عليه لا المدير ما يفرض عليه صح المدير اذا انا افرض عليه انا ما اقدر حاصل المدرب هذا انا لش استطيع انا اعطيه وجهة نظر ايه لا لا ماذا افرض وانا لا اعرف انه ناغشوه بالاسامي المستبعدة والاسامي اللي استدعاهم ناغشوه على اسامي لكن هذي وجهة نظر مدرب انا لما اخليه على راحته و اعطيه وجهة نظر اما لما يكون ساكت ما اناقشه اقول صحفي مسؤولية ناقصة هنا انما لا ناقش المدرب لكن لما ناقشه على اسماء وهو مغتنع بالاسماء المختارها خاص ديك ساعة انا حاسبة بعد البطولة اه اقدر احاسبة لكن لما افرض عليه اسامي انا ما اقدر افرض ما اقدر احاسبة ما اقول لها الدور الاكبر في عملية النغاشة كلمة الاولى والاخيرة للمدرب اكيد انا حاسبك بعد البطولة اكيد بس يتم حامد ان انا ناقش على اسامي يعني لو تقع مثلا على اسامي لو ساكتين ومناقشين اقول لأ مفوضة لازم ناقصني لكن المعلومة اللي عندي والاكيدة ان اقعدوا مع المدرب سواء اسامة وايمن انا عرفهم بالضبط يعني اسامة وايمن وعطيت مجلس ادارة انهم اغلبية كان موجودة مع المدرب وهذه الشيء ترى مو صحيح يعني انهم تقعد مثل مجلس ادارة كامل يقعد يناقش مدرب المنفوضة الناس مسؤولة انت حطيت اسامة وحطيت ايمن هم مسؤولين على الفريق مفوضة هم يقعدون مع المدرب يناقشونه هذا دورهم يوقف لهنه بعدين يتم المحاسبة المدرب بعد البطولة طيب احنا رح نشوف مسار الحلقة مشاهدتك يا رب بعدما انتابع الهدلينج ومثما نعود اليكم ابقوا معنا اشتركوا في القاتل استخدام الهدل اشتركوا في القاتل قدرت الگار اشتركوا في القاتل اشتركوا في القناة تابعنا معكم مشاهد كرام الهدلاينز بالنسبة لمسار الحلقة الفيفا يشيد بماجد الأمل طبعا فيفا يوسف ماجد الأمل الكبير للكورة الكويتية هي ذكرت هذا الشيء موقع الاتحاد الدولي أشاد بحضور النجم الواعد أمام منتخب الأردن أداء دوار هجومية مميزة بالمبارات اللي يحتفظ الأزرق بأمالها في التأهل نحن نفرح لما نشوف هذه الطاقات بأنوار الشبابية هذه المواهب موجودة بمنتخبنا تعطينا أمل بأنه هناك في أسماء قادرة ودافر ودافع زملائها وضربتها حق الشباب الأيئين من بعدها بالعكس هذا شيء أول شيء جميل ومفرح للكورة الكويتية وللشباب أنهم يلاحظون عليه دورين دور بدون كورة ودور بالكورة يعني اللي هو الضغط على حامل الكورة هذا بدون كورة أو أن إذا استلم الكورة فهذا شيء فعلا يقبطنا يعني يخلينا فعلا نعيش أمل أن الكويت ولادة وإن شاء الله نتمنى للتوفيق والله يعطي طولة العمور ويبعد عن إنشار الإصابات زي يعني يشوف مثال بسيط مثل اللاعب هذا هل طلب أهل التبديل في آخر المبارات أو المدرب بدلة مدرب فبالتالي مثل ما قد جمع أعيزنا تكلمنا لكن في النهاية في النهاية لا أنا في النهاية أحبا أضيف على الأخوان في النهاية بعد الليلة هذه كلنا نقف معه متخبنا هذا متخب الكويت وروح ندعمه وروح نوقف معه بسراء وبضراء احنا معه هذا المتخب ما في شك وإذا خلصت البطولة لكل أحد الكشف عن ملاعب تدريبات المنتخبات المشاركة في خلج الـ 26 لها تغرير خاص بعد شوي رح نتابع ونشوفه بالنسبة لكابتن وائل منتخبنا رح يكون عنده معسكر في 28 في الدوحة رح يكون هناك ثلاث مباريات ودية مع منتخب سوريا والمنتخب اللبنان ويضا منتخب اليمني ثلاث موديات تشوف أنها كافية أبو سليمان بالنسبة لمنتخبنا في هذا معسكر التدريبي يعني أخي حامد أشوفي أنا كنت أتمنى أن الأخوان يحاولون أنهم يلعبون جولة أو جولتين نتكلم عن المنتخب العراقي 27-11 رح يوقف الدوري الأخوان في غطر 8-12 آخر جولة الإمارات 23-12 11 السعودية 5-12 آخر دولة آخر جولة البحرين 14-12 آخر جولة ما يخالف ما يخالف أنا أقدر أشوف المديل يعني أنا أقدر أتفق مثلا مع الهيئة أشوف أنه على الأغل ملعبين يعني وعندي القاتسية ولكويت لا ما يخالف هالي عقل اليوم ما يخالف أخوي خليل هل أنا اليوم عندي 12 ملعب أو 13 ملعب ما أقدر أدبر الملعبين يعني بالأخير هذه دورة خيرجية على الأغل أني أحاول ولكن بالأخير على الأغل أننا يمكن صلاحنا الخطأ أما المنتخب اللبناني أما المنتخب السوري أعتقد أيضا هذه الفرق واليمن من الفرق الغوية المميزة صراحة اللي المنتخب رح يستفيد منها ولكن أيضا حنا واقفين ترى من 6 إلى 11 آخر جولة كانت من 6 إلى 11 ففي لعبين ما رايح يلعبون لا أقدر الله إذا صارت إصابة أو كذا احتمال أن المدرب يلعبهم في دورة الخليج ولكن على الأغل شيء أحسن من لا شيء ونشكر صراحة أخوان يمكن أن نظموا هذه المباريات يمكن في بعض المنتخبات ما وافقت ولكن أعتقد 3 مباريات 3 مباريات أشياء كافية مخاد بنسبة التوقف الدوري عندنا ممكن الاعتماد الحين أو التركيز مصاب على منتخبنا وطني خصوصا في التصفيات وعندنا كاسر الخليج ولكن وضع الأندية أيضا اللي متوقفة اللي هي مكتفية فقط بالتدريبات المسائية بالنسبة للعبين لا تأثير مباشرة عليهم أكيد أنا شفت كلام في عام تم للتحاد العراقي الطالب بيننا يتم اختيار من كل نادي لعب أو لعبين الكاسر الخليج ولكن الدوري يكون مستمر أشوف مشكلة ترى بلاندي حتى في بعض الأندية ما عندهم عندي يتمرن فيها ملعب ما عنده ملعب على سبيل المثال لكلمة التضامن ما عنده ملعب يتمرن ناضي الغاتسية راح مبشر البحرين ما عنده ملعب يتمرن عليه في حين ما عنده أساسا في حين ما عنده أساسا عندهم عندهم مشاكل كبيرة صلاح عندهم حيشين مشكلة كبيرة مشكلة الملعب في الكويت فإحنا من الزمان كنا نقول نتمنى إن ملعب الهيئة مو كلا تقول ثيئة صناعية مو كلا على الأغل نص لما تصير لك حالات كثيرة مثل هذه المشكلة الأندية يروحون عندهم يتمرنهم بالهيئة يعني حين أنا أكلم على سبيل المثال هذه التضامن قلت لهم أعرف ناس عندهم ملعب صناعي قالوا ودنا أي مكان صح ودنا أي مكان لابن نركض نبي لاعبين يتمرنون يبدو نشير أجواء إحنا وصلين مرحلة آخر من الزمان هذه مشكلة مشكلة مرة على جميع الأندية مو بس على التضامن ولا على الغاتسية أنا ذكرت التضامن الغاتسية لأنها قريب يا مهم بس على كل أندي هذه مشكلة شوف نادي في حيحيب مرة تلقى بالشباب مرة تلقى باليرموك مرة تلقى بالستاذ جابر يعني ترى اللاعبين اللاعب يزيق اللاعب يزيق قد من نظر عن المدرب عن الجهاز الإداري عن الجهاز الطبي عن عامل التجهزات اللاعب لاعب الحالة موجودة سوى في تصفيات أو في بطولة أو غيرها الحالة موجودة بالنسبة للأندية الذكرته هذه مشكلة كبيرة ومحمد بالنسبة للمعسكر ثلاث مباريات كفيلة بأن مدير بيتزي يأخذ تصور الكامل لأن الأكيد بأنها أول مباريات تجربية بالنسبة لبيتزي صحيح ممكن يمكن المدير بيتزي يمكن أول مباراة يقدر يأخذ أو أول مباراة تجربية يقدر يأخذ تجربة اللاعبين برياحية لكن أنا ما أدو موعد لمباريات متاح لأنني أنا منسى نادي الكويت ونادي الغاطسية سيلتحقون فيه بتاريخ 5-12 يعني هل راح يلعبون مباراة قبل 5-12 أو بعد 5-12 إذا أنا أتمنى تكون التواريخ تكون بعد 5-12 لأن يكون جميع اللاعبين تواجدين لأنني راح يروحون للمنتخب المعسكر سنة 12-11 أو 12-12 يعني إذا بعد 5-12 بالعكس حاسبين حسبت نادي الكويت ونادي الغاطسية خلصة يعني راح يروحون معسكر وشيء مع المنتخب مع عفوا في دولة غطر يمكن 17-18 لاعب باستثناء لاعب نادي الغاطسية ونادي الكويت فأنا أتمنى أن المباريات تكون بعد عودة لاعبين لكويت وغاطسية عشان يكون كل اللاعبين متواجدين عنده يعني أنت زين حصلت تجربية تلعبها كمدرب بيت زين يعني ما حصلت لك الفرصة في البداية فحصلت فما أودك يلعب 17 لاعب أتمنى تكون المباريات وأنا أعتقد تواريخها بعد 5-12 وما خانتني الذاكرة فرصة كبيرة للمدربين زين أن يجرب فيها اللاعبين في الفترة السابقة نحن قلنا معلوم المدرب بالأمانة لما يشوفنا كثير التبديلات في اللاعبين كثير التبديلات في مراكز لاعبين تشكيلة سبعات لاعبين بعدين يستغطب لاعبين لأنه ما كان معلومة فيها لأنه ما كان عارف اللاعبين هو أتى فيه قبل تصفيات بعشر تأيام أدن صالح 6 مباريات معلوم المدرب ما شاف اللاعبين مسليمان مشكلة اللاعبين تشوف أنت بالدوري ملاعبتين ويوقف لعبتين ويوقف يعني الدوري إذا ما تشوف اللاعب باستمرارية لا تستطيع تحكم عليه لاعب زين أو ملاعزين أو مستوى نحن جولتين ويوقف الدوري عشرة أيام جولتين ونوقف الدوري مثلا عشرة أيام وليس معنات أنه كلام ما معنات أن اللومة في تبديلات نتكلم فيها بحلقات كثيرة توقيتاته في التبديلات يعني كانت كانت كان يبدل في دقيقة سبعين خلص كل تبديلات وخمسة وستين خلص كل تبديلات ومتدل للاعبينك لأغدتهم البدنية معالية فأكيد سيحدث عندك شد إصابات للاعبين فما كان وصلت لهم ببارتين يعني ما قدر يغير للاعبين ما نبرد حق اللي اللطاف لكن أنا أعتقد أن هذه فرصة لا كبيرة أن ثلاث مباريات التجربية سيجربها وبعدها كاس الخليج نحن لا نستطيع نقول المدرب لازم نعطيه فرصة أو ما عطيناه فرصة أو من الظلم أن نحكم عليه لكن لا بعد كاس الخليج مفضل أن نحكم على المدرب طيب محمد زمين أبو براهيم محمد إبداح أبو محمد يقولكم مباريات الودية تسعة واثنائش وخمسة يعني بعد خمسة بالعكس تواريخ ممتازة بو أنور المباريات التجربية ممكن أن نشوف المنتخب بشكل مغير خصوصا في عمليات التشكيلة النهائية ما نشوف التبديلات التي حاصرة بسجولات اللي لعبها بالتصفيات أو تبديلات منحقة في المباريات الرسمية بس هذه هنا ما في عذر أحين مثل ما قال الكوال أنت لعبت ستباريات دولية وراح تلعب ثلاث مباريات أحين ودي مثلا قال هذه تحتيك الأريحية أني تريح تمدل تجرب تحط عندك ثلاث مباريات زين فبعد هذه ما كو عذر لازم تثبت على التشكيلة لازم تثبت اللعبة الأخيرة اللعبة الأخيرة تشكيلة النهائية طبعا التشكيلة النهائية اللي يدخل فيها يعني راح تكون خلنا نقول يمكن تفد اليمن بطرة كاس الخليج واليمن داش معاك بكاس الخليج بس مو مجموعتك داش بتشكيلتك النهائية عشان ستعرف زين اللي ماكو شي يخفين أكيد والله داش بتشكيلتك اللي راح تدخل بهذا دور تخليج عشان إحنا كنقاد عرف شنو ريقنا وين وقف وين وصل بنور نفس اللهابي المختارين أي تشكيل نفس التشكيل ممكن يمكن يدخل واحد ذريد ممكن ما راح يختلف شي بسليمان بالنسبة الباريات الأساسية يعني شب وسليمان زين أنا فيا احتكاك فرق قوية هذا زين ولكن تشكيلة نفس التشكيل مثل ما أنا أعتقد تشكيلة منتخب يعني باريتها مع منتخب الودان أعتقد هي كانت المثالية يعني بالنسبة لتكتيك وإيضا على أسامي لاعبي الاحتكاك إن شيء زين الاحتكاك تحتكب على منتخبات سوريا واليمن يعني هذا شيء نوعا ما إيجابي ولا تشكيلة نفسها تشكيلة نفسها تخببا نحن كنقل تسعين بالمئة طيب 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 لاعبهم بطولات دولية راحيون أتوقع راحي لعبهم يمكن ثلاث مباريات راحي لعبهم يمكن شواطين ممكن لاعبين غادي يقول يقول أنا ما بسبوع جهد اللاعب قبل البطول اللاعب ثلاث مباريات ورا بسبوع افتصى كاسا الخليج زين Goldman شوف اللاعب ممكن يضمن أمكان أساسي لا 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 لا. هو شوف. انا بقولك شغلا. اول مدرب. مية بالمية حاطة تشكيلة بالباق. بين واحد اثنين. احد هذا يقولك. احد اثنين بالكثير. ما بين واحد اثنين على المراكز. بس بيولي لعبين غادسية. لاعبين ناندر الكوين. لاعبين مباريات دولية. بعدين يبدي يشيب معي. تحيث مباريات تجربية. وراه باسبوع. ولا خمسة ايام. بيلعب. في التطاقه وراه بيومين مبارات ثالثة مبارات رابع جهت يصير على اللاعب خلال شارع يلعب للاعب تقريبا 12 مبارات ما يقدر فشي طبيعي راح يقلل من مشاركة لعبين الغادسية ولاعبين الكويت أنا أقولك التغير فيه حق آخر مبارس تشكيله معروفة نحن رايح بتغرير كبات الكنترول إذا موجود تغرير لجنة فنية اللي ناقشت اختيرات بيتزي لمعسكر الدوح جاهز التغرير؟ جاهز نشوف التغرير ونرجع نخلكم معنا بأمال وتطلعات كبيرة يتسلح الأزرق بسجله التاريخي قبل خوض منافسات بطولة خليج 26 والتي ستحتضلها الكويت اعتبارا من الحادي والعشرين من شهر ديسمبر المقبل ومن خلال هذا المنطلق اعتمدت اللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم قائمة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم والتي ضمت ثلاثين لاعبا وقع عليهم الاختيار من قبل المدرب منتخبين الأرجنتيني اخوان بيت زي تأكيد يعني اليوم كانت دواء كيد ودية والانطباع بصورة عامة على المبارتين كوريا والأردن تمت منغشة المدرب بالأسماء في الإصابات اللي متواجدة مع الفريق اللاعبين الغادسي والكويت نعلم انهم عندهم مباراة تاريخ سبع وعشرين وتاريخ أربعة فبالتالي تمت منغشة الأسامي مع المدرب وصار في حوارات بيننا وبينه هو اختار ثلاثين يعني توقعنا عنه والاختيار له طبعا في اختار ثلاثين لاعب رح تواجدهم معنا بتغريبا نتوقع سبعتعش لاعب من قلال المرحلة الأولى للمعسكر في تاريخ يوم ثمانية وعشرين المتجه إلى دولة قطر الشغيغة ومن ثم التحق لعبين الكويت والقالسية في تاريخ خمسة اللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم عقدت اجتماعا مع المدرب بيتزي ومدرب المنتخبات سعود المجمد ومدير منتخب الأزرق عبد الرحمن الموسى بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للكرة القدم تم خلال هذا الاجتماع مناقشة اختيارات بيتزي للمرحلة المقبلة هي أكيد الأسامي الكل وده يشارك لكن هي غناعة وغناعة وأكيد مدرب ومن خلاله الكل وده يشارك بس دائما هو الأفضل واللي بيكون جاهز أكثر بيكون متواجد مع المجموعة ونعلم يعني حتى لما تكون على الرقعة كاملة هي تم اختيار خمسة ثلاثين اسم ومن ثم الثلاثين لأنه في التحاد الخليجي عليك أن تقدم خمسة ثلاثين اسم ومن خمسة ثلاثين تعينا أننا ناخد ثلاثين لاعب خصوصا لأننا عندنا لاعبين كثرة في نادي الكويت ونادي القادسية فبالتالي علينا أن على الأغل نجد اللاعبين اللي ممكن يكونون أكثر جاهزية في المعسكر فبالتالي الأسامي يمكن يكون فيه اختلاف الكل يعني يعلم أن الأسامي ممكن يختلف على لاعب لاعبين لكن هذه وجهة النظر المدرب وهو قراراته وإن شاء الله يعني تكون صعبة في القادم الأيام وكأس الخليل هذا وسيغادر وفد منتخب من الوطنيين العاصمة القطرية الدوحة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري لخوض معسكر تدريبي استعدادا لخوض منافسات خليجي ستن وعشرين تابعا معكم ومشاهد الكرام هذا التغرير الخاص بلجنة فنية وعملها اليوم مع الجهاز الفني بقيادة بيتزي طبعا الأخوان المغاردين خليل عوادي وخطة الاتحاد المفروض تكون استغلال فرصة كأس الخليج ليعطاء فرصة للاعبين الشباب وتجرباتهم وصق لهم ودمجهم تدريجيا باللعب في المباريات وتعود على اللعب بأجواء تنفسية وتكون خبرة لهم ويكون خير دعم المنتخب في المستقبل كان يجب على الاتحاد فرض هذه الفكرة والخطة على المدرب أخوي حامد كان الكابتن طبعا أخوي الزعيم أسامة قبل لا يدخل الاتحاد يطالب عبد المحسن عجب أنه يلعب واليوم هو بالاتحاد ليش ما يطالب فيه ذكرنا بأنه وذكروا وكباتنا بأنه الكيمة الأولى والأخيرة هي للمدرب والمحاسبة بعد البطولة خلف غريقان يقول تشكيلة حق كاس الخريج فقط هذا كلام مو منطقي خلف صباح كمال بخير متفائل يقول أمر جدا غريب منع المحللين يقصدني أنا من ذكر اللاعبين الذي تم اختيارهم للمنتخب وهم غير جاهزين يجب أن يكون تحليل يلامس الواقع والصراحة لمصرها العليا للمنتخب معاك بهذا كلام ولكن ذكرنا بأنه لاعب تم اختياره للمنتخب ميصر لأنه أحبط يمكن يولد النجم أو أنه يعيد مستوى ويكون ظاهر في هذه البطولة فبالنسبة لإختيارات نحترمها بالنسبة للمدرب والمحاسبة هي للجنة فنية بالاتحاد الكويتي لكرة القدم كابتن وعيل سليمان بالنسبة للأخ خليل عواد يقول المفروض أن خطط الاتحاد فرض الشاب والدمجهم تدريجيا باللعب في المباريات وهذه أفضل فرصة بالهم بكاس الخليج هذا كلام قلناه ولكن ما تشو أنه عملية الثبات في المباريات الودية على التشكيل الأساسية وأيضا تجربتها بشكل واقعي ومنطقي في بطوط كاس الخليج استعدادا للمباريات المتباقي من تصفية نهاية هذه فرصة الزج بالشباب في دورة كاس الخليج أعتقد أن هذا الوقت مناسب المفروض أن توقعنا بعد نهاية مباريات كوريا والأردن أن يكون الاتحاد عنده خطة ويعلن خطة لدورة الخليج والتصفيات المتبغية ولكن الأخين نحترم غرار الاتحاد وإن شاء الله يوفقهم إن شاء الله عمال يمكننا أن نزيد على الكلام وقول نفس الكلام هذا بالنسبة لنا كانت رؤيتنا وكاننا نطالب فيها أنه يجب أعطاء اللاعبين فرصة وتطعيمهم ثلاثة واربع لاعبين من اللاعب الخبرة ولكن اللاعبين يأخذون الثقة خاصة دورة الخليج دورة مميزة اللاعب يحاول أن يشارك فيها ويتمنى أن يشارك فيها لأنه يدري أن النجومية تبدأ من هذه البطولات ولكن بالأخير الاتحاد شاف أنه في نفس التشكيلة في نفس الغالب هو أنه سيدخل في دورة الخليج فهذا اختيار الاتحاد يا أخي أنا أحس في مشكلة أو في استراب الأماكن أنا أخباص لأبدل والسيمان اليوم لا أخي حامد يعني شابه يعني شابه يعني شابه يقول غير اللقنا أنا شايف يقول بس عد الكلام ونكرر الكلام أنا زيد نقطة على أبسليمان اللي قال مثلا أن طالب يعني هذه فرصة للاتحاد أنا قاعد أقول أنها فرصة للاتحاد هذه فرصة لأنه شيء وش المنتخب من طالب في بطولة كم مرة تكلمنا؟ أنه المنتخب من طالب في بطولة فأنت ذكر ريحي أنك تشارك باللاعبين الشباب ونسما قبسلمان مع مز ثلاث لاعبين أربع لاعبين من اللاعبين الخبرة المتواجدين معهم وفرصة لك لك طموح لك تحقق كاس الخليجي كلنا طموح وكل لاعب لطموحنا يريد أن يحقق كاس الخليجي ولكن عندك الفرصة الكبيرة الآن لأنك ليس منافس ولا أنك مطالف البطولة ولا أنك مرشح هذه فرصة كبيرة لك أنك تزج بلاعبين الشباب مع العنص كل المتخبات لما صارت كان فيه لاعبين شباب مع العنص من الخبرة لاعبين الخبرة لا أسمح لك هذه الفرصة كبيرة شبنا بعض المتخبات بالبردية في لعب بكاس الخليجي لا لا ما أنا شغل هذا الخارج يكون عندهم تكفيك ثاني لا أحترام من كل المتخبات بس أنا لا أنا عن نفسي أتكلم أنا ضد الفكرة أن اللاعب صغير اللاعب من الشباب والأولومبي تعالوا شاركوا بكاس الخليجي لا تطعيم يكون الفريق اللاعب اللي يعطيني داخل الملعب لو عمره ثلاثين خمسة ثلاثين يعطيني داخل الملعب إذ أين داخل الملعب قعب لي لاعب شباب ما يركضوا لأي أنت عطاش فرصة للعفة اللاعب الميز بالدولة إي جرابت كابتن اللاعب الميز بالدولة تمت نفسي عطيتها فرصة أنا أنا أتكلم شوف لا أتحي اللاعب الميز بالدولة عطيتها فرصة لا لا أنا كarella أقول أنا أقولك معها المدرب قrisonyu عجب بس أنا أتكلم عن نفسي أنا أتكلم عن نفسي أنا لأ عندش الملعب بلاعبين خبرة خاصة كاس الخليج كاس الخليج تعتمد على سامي والخبرة أكثر من الشباب يا كبتن جمال كبتن جمال ما تشوف أن أفضل فرصة لنا جمال إحنا ما أقول كلهم لاعبين شباب ولا لاعب شباب بس أبو حمود بعد أمري أنا أقول لك تلعب لاعبين الخبرة لاعبين الكبار تحط واحد أثنين من الشباب ما تحط الكثرة الشباب داخل الملعب كاس الخليج إعلاميا ضغط جماهيري ضغط إعلامي ضغط كل الشي ييتم أنت قاعد قولي قاعد قولي قاعد قولي العب ثلاثة أربعة خبرة والمجس صغار نعم 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 نعمن نعم 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 تحكم العاش!」 وبعاه �� نعم ملحبهم منتخب Instead 5 منتخب B6 منتخب B6 منتخب B6 كيsinn 5 أو 6 بالتصريات كلهم معنا الثلاثة لعبتلك مو كافي ثلاثة ولا كافي ثلاثة اذكرني بعد لعبين B6 انا كفكرة قعد تتكلم لا يصير كفكرة ال 좋ب للعابين ذنين ممكن تتكلّم و بتحط لعب مكاننا متجول كنتكلم قول إن العشر سنوات الأخيرة شانو الفادوك فيه علاب الخبر بنصف أربع سنوات متوقف أنا عطني عشر سنوات عشر سنوات ست سنوات شنو فادوك الخبرة متوقف أنا شنو فهدوا كل الخبر اي لعبو صغار معاهم شنو فهدوكل خبر اي شنو اللاعبي الله الخبر اضافه لعبو صغار معاهم لعبو صغار يا أبو سليمان معاهم ما ددتها 4 صفر من أعمال حن لاب المسهろ لايبنا بالصغار بي لاب المسهلم أанный لاب تقم بالبراق لابنا بالصغار شبيب و حيد وثنيني قول الشباب الأصغار لايب كلوا لعبيه الأصغار ايه الشوف هي شوف اللعبين الصغار انا مع فكرة لعبين الصغار بس ما دخلهم بطوة كأس الخليج الاقلبية داخل الملعب لعبين الصغار لا احط لعبين الصغار اثنين نشوف مع الفريق يكسبون خبرة ما يصير تزج الفريق خاصة كأس الخليج هذا بالاخص كل الفرق جايين كاملين كل الفرق جايين كاملين شوف السعودية قطر العراق المارات اسمعني كانوا يشاركون بالفريق مالهم الرديف ما كان ياخذ البطولة شونو ضافوا لك لاعبين الخبرة الحين اللاعبين المتألغين عندنا بالمنتخب منه دحام يوسف ماجد معادل اسمع عدل او لا معادل هذولي لاعبين خبرة عطني لاعبين خبرة خلال السنوات اللي طافوا متألغين سلمان العوضي عطني لاعبين الخبرة احمد الظفيري من نجوم الفريق من افضل لاعبين كانوا بمعب سامي الصانع خالد ابراهيم فهد الهاجري كذاك مايلعب النادي بسهل مايلعب عن المنتخب وقاعد يقدم مستوى طيب ومي يوسف ناصر هذا رائب الناية بس لما انت عندك رائب وانا عندك رائب حامد شوف بس في نبتع في نبتع تخلاص عشان اوصل انت شلو سؤالك كان السؤال على فرصة ان اللعب بين الشباب يشاركون انت حين انت بنفسك قلت وسامي تكلم والمدالب ما رض عليه هذا الموضوع تريد انطرح هذا الموضوع انطرح موجد مقبل البطولة قبل البطولة أنا من الجمال قبل البطولة هذا انت تقضي على على الصغار بالبداية لازم تطعمهم هذا الكلام مجلس الدارة المي يقعد مع المدرب قبل البطولة انا شبي من البطولة انا شبي من الفريق ابي عادة بناء زين ولا ابي انافس لها هدف طبعا مدرب اليديد وانا يايبة ابي اتدخلي عشر عناصر راح اعطيك انا خمسة عشر اسم ابي منهم عشرة هذا فرض قبل اتوقع موافق قال لك ايه ما عندي مشكلة زين لكن مو بنص المعمعة ايه اقول لي تعال يقولك لا يبقى ايلا انت شكل وخلصني شكل وخلصني شكل وقول لي يلا انا استرراتي هذا الكلام ما يصير الحين ابو انوغ راح نطرح فكرة انت الحين الفكرة احنا تم اختيار انت هلم انت هلم وانت هلم خلاص احنا نتكلم تم الاختيار فرصة تم الاختيار احنا نقول فرصة بانه هل احنا هي احنا ضيعنا فرصة في 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 ان نجرب لعبين الشباب ولا هي استكمالة لتصبعات قادمة كل الكلام يقول لوائل هذا يجب ان يكون فرض من مجلس الادارة وبستراتيجية على المدرب عشان اصد اكبر عدد من الشباب وهذا ما حصل قبل تعقد معه حتى لا حتى بالوقت الحال قبل هذا قبل البطولة يعني وانا بهذا ترى دورة الخليج لها خصوصية مثلا ما قال جمال لها خصوصية كلهم شاركوا لها خصوصية خاصة لما تروح تنزل لها شي خاص فانت تقعد مع المدرب قبلها اشتبي من البطولة انت عقب البطولة تنسى انه عندك اعداد ان البطولة هذي اعداد يمكن قال مدرب اعداد للتصفيات ممكن لها وجهة نظام ما ادري اخي حامد واحد يدفين اذا الاخوان بال84 دورة الخليج للعمام لغيبت بعمام الجيل الذهبي تقريبا اغلبهم يعني خلاص اعتز له او نزل مستواهم الاتحاد اشتوى لعب اللاعبين منهم لاعبين الشباب اللي استفادوا منهم متى بعدين نعم طلعنا مركز الخامس وضحينا بدورة الخليج ولكن شنو كسبنا هذا الرسك بالخذاء اي كسبنا منتخب بالتسعة وسبعين نفس الشيء بالعراق تم استبعاد بعض اللاعبين والزج باللاعبين منتخب الشباب اللي مرديكة اوكي وخذينا المركز الثاني وكنا بطل اربع دورات ضحينا ولكن شنو طلعوا عندنا نجوم شنو حققنا أولمبياد موسكو كاس العالم كاس آسيا عادي شاس لسحاة تحددها فأيي في البطولة بوانور انا اليوم كاتحاد اذا ما اضحي في بطولة من البطولات ما رح يطلع عندي لعبين صح بس البطولة على ما لعبك لا لا شوف انا بالسابق كان عندي لعبين نجوم مثل ما قال كابتن كنت طعبهم ثلاثة اربعة نعم اوكي يطلعون صحي ولكن انا محترام اليوم انا ما عندي اليوم لعبين بارزين زين واقولوا والله اطعهم اثنين اثلاثة كل اللاعبين تغنيبون لنفس المستوى الا تستثلي ثلاثة اربعة لاعبين فقط يعني عندك هذا الفرق الحمد بعد فيه bye قمنا بتكلمنا نحن على لعبين ille صغار اليوم merit favorites مثلا انناتشارك مثلا خارقاوي ولا منتصر ولا خالد لا احن يتكلم عبررت من توهم ترى اللاعبين اللاعب erste نتكلم عن الصغار ترى اكثرهم في لعبين بطوات قبل مثلا ان منتكلم عن مهدي دشتي بتكلم من التصفيات هذه، الآن أخبرين ، ألا أنن تتجازبا لزراجة للاعب بالشباب عن أ十ناس منتخب Alysse整аша أو منتخب الأولمبي نحن جدعم على مثلا أولمبي اللاعب Solar 24 أو 25 مع أيضًا بأن يجدنا أن تكون متواجدين لاعبين الخبرة وزnesك آش same لا يجد من أن يتم ذلك لسهم لاحب للخبرة كما قد إتحدث عن أش cartoon عالي في المباركة يعني المباركة ما يلعبها نفغد يحمد الضفيري خالد إبراهيم والدفاع كان زين بالأمانة كان نفغده ما موجود خالد إبراهيم خالد الرشيدي خالد الرشيدي ما اسمه شيطان يوسف الناصر سلطان باك شمال له مشاري غنام مشاري غنام يعتبر لعب الخبرة معنى زغي بس يعتبر لعب الخبرة حتى الصانع حسن حمدان الصانع هذا اللاعب الخبرة قاعد يؤدون مو مستواهم نازل أقول لا انا نزل اللاعب دالا لا 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 الله الخبرة يكون مستواه يؤهل أن يلعب اساسي لا يلعب اساسي وطار ما بين اللاعبين الذي قلت عنهم الصغار هو مو صغار سنا نتكلم صغار بعمارهم لكن طيب لعبهم بارا تصفياتهم ثم يطلق لعبين الشباب التي تى نحي المشكلة صالح تشر مشكلة ما في لاعبي شباب ق MP الضلنة وماين ذكرون يعني أنت بتقول لي لعب لعبين شباب أوك انا بتفقوا يقول لي لعاب لعب شباب عطني لاعب تقول لهذا اخذ لعبة مع المنتخب يعني جمال حتى لاعب الشباب لازم تثابت نفسه وياك محمود لا اقول لاعب شباب ولاعب لا لا اعتذ Ioanst袜ي تفض نفسي يعني جمال ما نتكلم شباب يعني عمرا تكلم عن وجيه الجديدة اللي برزت تتكلم عن طلال انصاري تتكلم عن عبد المحسن العجمي تتكلم عن لا لا هذا هذا اللي لا ما تكلم شباب اقول له لا لا ما اقول لك شباب عمرا انا ما اقول لك sims خان بك لا كلامك هذا كلامك هذا الحامد حتى لاعب الشباب حتى لايب لاعب الشباب يثبت لاعب الشباب نشوف التشكيل الذي تم استدعاها الجاهزة أو كل الأسماك ككل 30 لاعب تم اختياره اليوم نشوف هذا كادر والفكرة وصلت بوا نور نشوفها طبعا طبعا في حراسة المرمى خادر رشيدي عبد الرحمن الفضلي سعود الحوشان سريمان عبد الغفور في خاطر الدفاع طبعا مشاري غنام سلطان العنزي خادر إبراهيم فهد الهاجري حمد حربي راشد الدوسري معاذ الضفيري حسن حمدان سام الصانع أيضا مميز أحمد الضفيري منتصر عبد السلام فواز عايض رضا هاني خادر خرقاوي علي خلف فيصل زايد يوسف ماجد مبارك الفنيني محمد دحام سلمان العوضي يوسف ناصر عيد الرشيدي معاذ الصيمع وبندر بولسلي هذه الأسماء التي تم استدعائها للقائمة النهائية التي تأتي اللاعب التي سيكون يمثلون منتخبنا وطني في خليجي 26 بو أنور القائمة المستدعات هي منوعة الصح التعبير الأسماء التي ذكرها ابو محمد خبرة أعمار متوسطة ولكن معدل الأعمار بالنسبة لمنتخبنا زين معدل الأعمار يعني عندك عشر لاعبين فوق الثلاثين يعني معدلنا يمكننا يوحد 27 27 قمة النطج بوانورة قمة النطج بوانورة كان مكان تاخذ أصغر بعد ويلعبون بالدوري عارفت شخصيت؟ معاك معاك فيه تغريدة بعد يلعبون بالدوري وأصغر من هالعمار يلعبون بالدوري وأصغر من هالعمار متضبط فيه تغريدة للمدرب كابتن ناصر الشطي يقول كوني مدرب لا أحب ذا التدخل بخيارات أي مدرب آخر وداما نحترم قراراتها لكن استبعاد لاعبين يقدمون مستويات ممتازة من بداية الموسم من القائمة الأولية التي تضم 30 لاعب بعضهم لا يشارك بشكل مستمر ما عندهم أمر مستغرب ذكر بعض الأسماء حمد القلاف خادر المرشد حسين الشكنان يبند السلامة خاصة وأنهم لا يخالفون سياسة الاتحاد في ضم لاعبين الشباب يكونون نواة المنتخب لسنوات طويلة صح شوف بداية أن يكونوا يختلفوا معايا الأخوان أقول بعض الجماهير يختلفهم في الاختيار يعني وأنا بالنسبة لي يعني أنا أيد أن يختار كابتن بارك الفنيني نعم كابتن بارك الفنيني كان متألق وكان أساسي في المنتخب في سنوات اللي فاتت يمنزل المستوى لظروف معينة ولكن ما يصير أنني اليوم أقطع اللاعب خاصة لملاعب يمكن هذا بالعكس يمكن من الفنيني الكل شاي في تراجع مستوى ولكن الاختيار هذا يمكن يعطيه دافع يعطيه أمل احتمال أنه يتصفى واحتمال أنه يستمر مع المنتخب أنا أعتقد أنه بالعكس اليوم دعفة معنوية كبيرة للكابتن بارك الفنيني وأقول له شد حيلك وهذا الملعب جدامك ويجب أنك تثبت نفسك خاصة من الجماهير في السابق كانت متأملة منك أنك تقدم أداء مميز ولكن الظروف معينة شفنا مستواك وشفنا أيضا أنك مو موجود بالتشكيل الأساسية مع الغاسية حتى لو تلعب ماكن تلعب ما تثر ولكن نتمنى شد حيلك أنا نسترسل النقطة هذه كان الأجدر أن مبارك يثبت نفسك في نادية أول شيء علينا أي من المنتخب الله بوجهة نظريك أشوف طبعا أحترم أنا رأيي كابتن ناصر الشطي والأخير كل مدرب يحب مدافع ولكن يعني شوف نحن في السابق أو ثلاثة أو أربع سنوات أنا وكابتن جابر الزنكي الله نتكره بالخير تكلمنا فيه برنامج أنا بالنسبة لي طبعا وأيدني كابتن جابر أن بعضهم مدربين لازم تفرض عليك بعض الأمور لما تشوف أنه والله لا يحيد عن المصلحة العامة يجب أنك أنت تدخل كإداري أنت اليوم لما تقول لي والله أنا لجنة فنية ما احترام للجنة فنية أي لجنة فنية كانت إذا والله أنا بأخذ كلام المدرب ليش أنا لجنة فنية ليش نجتمع مع المدرب وليش أنا ناقشة اليوم المناقشة كلجنة فنية أو كمدير الفريق أنا أنا بتتدخل أتدخل لما أشوف أن الأمر انحرف على المسارة يجب أن يفرض على المدرب فتكلمنا في هذا البرنامج فكابتن ناصر علق فيها تقريداته أنه بمعنى إذا هذا إذا هذا يسلوب المحللين فشون تطور الكرة الكويتية يعني بالمعنى هذا فأنا أقول لأخير نفس الشي يا كابتن أنت ما كنت مأييد الأمر هذا في السابق وكنت انتغدنا فأخلاص احترم اليوم غرار المدرب فيه مدرب اختار احترم غرار المدرب أوكي فيه اختيار اللعب فإحنا الحن الرئيس صار من الصوبين مرة إحنا نقول مع اختارات المدرب كابتن وائل مرة نقول إحنا لازم لجنة فنية تدخل في بعض لا لا هو قال لك في بعض الاحراف أنا ما أيت أنا ما أيت أنه والله لجنة فنية ساكتة لا لازم تدخل إذا صار فيه انحراف زي أني أتدخل أنا اليوم بالنسبة لي لو كنت مكان لجنة فنية في بعض اللاعبين لا أفرضهم لأن أنا شوف أنه أو فيه أخطاء من المدرب أخطاء شوف يعني نحن اليوم خلنت أتكلم فيه أخطاء أخطاء مدرب عادية ولكن فيه أخطاء تأثير عن نتيجة المباريات صح أغلب الأخطاء اللي سواها المدرب أثرت عن نتيجة المباريات عدل اللي لم أعدل صح أثرت بشكل مباشر مو بغير مباشر فهني أنا بالنسبة لي أتدخل فيه اختيار اللاعبين فيه لاعبين يستحقون يتواجدون مو بس من التشكيلة التشكيلة الأساسية وإذا قال المدرب هذا وجه التناظري وهذا لين نحتاجه شوف انت حي رجعتني ويوجع أنا بالذاكرة على اللويان اللي صدر اي أن مجلس الإدارة اجتمع مع المدرب ميس إدارة قالوا مجلس الإدارة اي إذا مجلس الإدارة اجتمع مع المدرب هذه المصحية هني لا يمكن تتفق مجلس الإدارة سبعة ثمانية يجتمعون مع مدرب يناقشون على اسم اسم هذا مو صحيح شغلاجة ثنية واحد اثنين من الشباب زين هم يجتمعون مع المدرب يا أن يعني نفرض نفرض أن يجتمعوا اليوم أيمن و أسامة فقط لغير هم خلقوا الصلاحية وهم عندهم الصلاحية نجتمعهم مع المدرب يا أن المدرب أقنعهم ما هي حل لاني يا المدرب أقنعهم في الأسماء وخرجوا هم غير مقتنعين أو أن ما يجتمعون مع اسم ما يفرض على اسم ما قدروا ممكن يكون فيه توافق ما قدروا لا حاما ما يصير فيه توافق الناس ما قال بوينغور بعد المرات هم عندهم وجهة نظر لاعبي معينين صحيح يفوض أن يأخذهم لكن المدرب يصر أن هذا ما يخدموني أنا من رأيي أنا ما تقدر أفرض عليه لأن إذا فرضت عليه أنا باج ما أقدر أحاسبه أيوة أنا أقول لك الصح أنه يشوفه من وجهة نظر يقولك أن هذا صح باجر مدرب يبلع لو كنا نجتمع ونقول للمثال جمال لازم يروح منتخب جمال لازم يروح منتخب جماهير محللين حتى اللجنة الفنية لكن المدرب يشوف جمال ما يخدمه صحيح أنا خاص أول وآخرتها أمشي على كلام مدرب وحاسبه عقل بطولة هني لي حرية أني أنا أقدر أحاسبه كيف تصالح بعد ذلك مداخلة ما يخالف كلامك 100% على سبيل المثال أنا اليوم عندي لعب عد بي شاب أم لعبة مباريات ستة مباريات ستة مباريات اليوم أروح أشيله أنا قلتها لكم لمر الآخر اليوم ما هديدشتي لعب مباراة مع الأردن أول مباراة استبعدت وخذيتها الحين واستبعدتها طول الفترة هذه وتجيها الحين تأخذ مع أن يستحق أن يروح حنا اليوم نتكلم عن أخطاء وكل مجمع عليها والله ألبسي أيدها ولا جمال ولا خامد حنا نتكلم عن أخطاء واختيارات الكل قاعد مستغرب عنها أحسين أشكنان اليوم من أفضل اللاعبين على سبيل المثال في الوسط واللعب أساسي اليوم تستبعده يعني أمور ما هنه عارفين شو اللي قاعد يسير يعني نقول عبد المحسن العجمي نقول مدارس عبد المحسن العجمي من أفضل اللاعبين واللعب تسع عفوا عندك لاعب سالمي أخو حامد بدر السالمية بدر جمال يلعب ظاهير أيمن وظاهير أيسر وتقدر تزيد منه غلب الدفاع زين شوفها طالعها جربها عطا فرصة هنه اليوم نتكلم عن أمر يعني الكل قاعد يشوفها إذا مجلس الإدارة إذا مجلس الإدارة صحيح عرد وكرر مجتمع مع المدرب لا يمكن تطلع بنتيجة بانوار لا يمكن تطلع بنتيجة تدعي شنو أحسى شايب هالمدرب هذي 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 كثير قيل اللقال وديش حتى بالفورة تدعي شنو أفضل أفضل شايب المدرب ها أفضل شايب المدرب تدعي شنو ما دقل يفتح لك باب بالنغاش كبير بس تقدر يلعب يلعب بفكار يلعطيك مساحب يقولك خضراحتك تعال أنا جاعة أسولك شغلات ولا مدرب بفكر يسويها أنا سويتها ايه معنى عذب شاب اللي قلنا يتكلمنا عنه تور تكتيك شوف أنا بتكلم على موضوع عذب شاب بس يلا ست مباريات يلعب إذا مؤساسي مديل صح تم استبعاده لاعبين على المدرج مستمرين معاه صحيح شلون ما ديش المخ لو عندنا ويوم سألنا يا جماعة ما ديش المخ هذه ما ديش المخ واذا مو على المدرج على الاحتياط قال ويوم سألنا قال لاعب تكتيكي الفوضى اللي ذكرها بوانوار احنا ترى المنتخب راح يدفع ثمنها أنا أقول لك أنا ما أدري عنهم بس إلى مجلس إدارة قاعد المجلس إدارة كلها قاعد والمدير ومدير المنتخبات قاعدين ويناقشون المدرب لا يمكن توصل النتيجة وماذا توصل النتيجة إذا كانت كانت كاعة بالضبط لأن التدري حامد ليش واحد اثنين بالكثير لما أنا يكون واحد اثنين تلاقي أنا عندي اسمين ولا ثلاثة سامي إذا أنت بتقعد منها سبعة ولا ثمان كل واحد كل واحد يعطيك اسمين المدرب بصدع بس اللجنة فنية المدرب بصدع اللجنة فنية أصور ومو من الأجزاء أنها تذكر ليش بعض الأسماء وترد على مثلا الشارع رياضي وتساؤلات أو أنها تلمح مثلا ليش مثلا اختار اللعب لا 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 ولازم دكتور دكتور المنتخب يكون موجود دكتور المنتخب موجود لأنني اليوم الحجي يصلني أن حسين دشتي مصاب شو تقول يا البناي مصاب إذا قال مصاب ولا يلحق إيه لكن إذا ما إذا جاهز إذا ما خاطره شهاب مثلا مرحسن داشتني مهدي داشتني لا حسن داشتني الحسن داشتني الحاجة اللي وصلني إنه مصاط زين إذا ما جدنا يمو قاعد معاكم في الاجتماع ولا عندكم تغرير طبي شلون من لغة حالته معناتها معناتها بمحمد إن التساؤل منطقي بالنسبة للجمهور على بعض الأسماء من احترم وجهة النظر من احترم عملية الاختيار دائما أقولها مع أي نقوة منتخب مع أي مدرب على مر الأسنين كلها لازم نصر في تساؤلات على لاعب لاعبين إنك لم تختار تماما وثلاث لاعبين هذا شيء طبيعي هذا شيء طبيعي مع جميع المنتخبات إجماع 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 هذا شيء طبيعي هذا شيء طبيعي بس أنا قلتك الرد والرد الرد نفس كلامنا لأولاني هو هل أغنع اللجنة ما قاعدوا معاها سواء اللجنة أو مثلا خنقول مجلد دارة أو مثلا أسامة وأيمن ممكن ترى أسامة وأيمن لما طلعوا منه ممكن أنهم مقتنعين بمبررات المدرب لكن لا يمكن أن أفرض عليه أنا قدتك وجهة ناظري ونت قدت وجهة ناظري أنا ممكن أن أقتنع بكلامك لكن أتم أنا حاسبك عليها بعدين صحيح موش ترى أن المدرب أصر على اللاعبين نفسهم وإلا أخذهم كمدرد 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 أي مدرب كمدرد أنا معك أرد عليك نوع المحاسبة نوع المحاسبة أي مدرب بالعالم عندما يخلص بطولة ويخفق كمدرد 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 قلنا أنه أغيلة لا يوجد شيء ثاني طلعت من البطولة كمدرد وقالت وخذها فلوسة كمدرد وبعدين ما استفدت كمدرد هذا ليس أنا ما استفدت هذا في كل العالم لا لا نحن نتكلم اليوم عن دور المدير أو دور اللجنة لما أنا أرى المدرب يتخبط لا أفرض عليه غصب عليه يأخذ هذا الغصب لما في بعض اللاعبين على سبيل المثال عذبي شاب أنت بلعب كذا مبارات ليش شلت بسم الله أنا أول واحد قلت لك ليش لا عبت لكن لكن ما أقدر أفرض علي أنا وجهة نظري أنا وجهة نظري أنا أفرض علي أنا لو كان مدير منتخب أو مسرور لجنة فنية بمنتخب أقول وجهة نظري وغاتل على وجهة نظري وغاتل عليها وصر أن وجهة نظري يتمشي لكن المدرب مقتنعنا بوجهة نظري محسن العجمي أنت خذيته ست مباريات كل مباريات اليوم مخترتها ليش أعطني سبب ليش مختارها بسم الله إحنا الأسباب ما نقال لهم ليش مختارها ما نعلمها إحنا السبب ما نعلمها الأسباب بس أنا المتأكد أنه ناغشوع على سبيل لا لا شنو المخفية على المحسن العجمي شنو ياري في شي مخفية أنا ما علم أنا ما علم شنو الجواب أنا هذا الصور أنا قلوب جواب معلمة لكن المتأكد من مليون بالمئة أنه اجتمعه مع المدرب والله شوف كابتن لكن لأسباب ما علمة ولا أدري شنو قرب المدرب تحمل مسؤولية وأطلع من البطولة وأعطيه فلوسة كاملة وأقول مع السلال يجب أن يتدخل في الوقت المناسب هو ممكن التردد أن اللجنة فنية إذا تم اخطاق المنت خب يقول المدرب والله من اللجنة فنية أتحمل كاللجنة فنية هتحمل 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 شو المشكلة واللعبين أنا أعرفهم ولكن أتحمل شو المشكلة بخاد بالنسبة لللعبين المثم استبعادهم أكيد الوضع محبط بالنسبة لهم ولكن أمر طبيعي بيننا التساؤل والحالة النفسية كيف يمكن تعاملون معها في عملية عدم الاختيار والله شوف أنا شوفها شغلة طبيعية مع المدرب يعني أنا صراحة يعني شوفنا تغريدة لعبد المحسن العجمي عبد المحسن العجمي أنا 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 تغريدة غير موية تغريدة غير موية تغريدة شوف أنا عبد المحسن العجمي من كان بالأولمبي لعبه في الكويت كانت مجموعتهم الكويت في الأردن توقع كانت سوريا كنت أشهد في هذا اللاعب كنت أقول من أفضل لاعبين راح يكونوا هذا اللاعب عبد المحسن العجمي بس تغريدة أنا ضد أي لاعب مو عبد المحسن ضد أي لاعب ما يستبعادة استبعادة ما يلعب أساسي يغرد بالتويتر لا نحن طول عمرة قبل كنا نلعب ونلقى نحتيات ما نصرح ولا شيء بالنهاية اللي يلعب مكانك رفيجك أخوك صح يعني أنت تصريح هذا أكبر غلط من عبد المحسن العجميل يعني كافي 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 أن الناس تصرف عنك كافي الفوز اللي فيزت فيه عبد المحسن أنك كل نحن موجودين نطالب فيك بالمنتخب لأنك قاعد شبنا مستواك بالملعب أنت ترد على المدرب ترد على الكل بالملعب تقدم قاعد تقدم برايات كبيرة في ناتف حيحين اللعب نفس المستوى ولاش تحبهم في لاعبين طرح كانوا مع المدرب ما كان يلعبهم لعبة لعبتين ثلاث شدوا حينهم من أفضل اللعبي كانوا داخل الملعب صحيح وما حطوا بمال المدرب ولا حطوا بمال لأنه يلعب بس يعني المقصد هنا فرصة جاية جاية الفرصة جاية جاية تجيك تجيك بس ماسر والله أنا في لاعبين يقولك لدني بس حامد ماسر أن تنهي فرصتك بيدك صح ناس مثلا سوى عبد المحسن مع جمع وغير مثلا تغريدة أنت كانك تنهي نفسك مع المنتخب صح وفوضنك ما تغرد صح يعني أننا نتكلم عن اللعب يبتعد عن حاله سواء لعبد المحسن أو اللي أي لاعب ما يتم اختياره فأنا هي تتمنى التوفيق المنتخب وفرصة جاية هي ترى مماش عبد المحسن ترى الشغلة هذه تغريدة صارت حتى بديتنا بلعبنا واحد ما يلعب أنا قاعد أقول لك كحالة بظنها يبتك موجودة هم طاحوا فيها قاعد أقول لك لعسف لعبين اللي ما يلعب واللي حس أنه مضموم من نادي واللي ما أدري شينه انت بالنهاية بترد هذا المكان بالنهاية انت بترد هذا المكان ورح تتحاسب على تغريد يعني حرام تنهي نفسك مثل ما قال بمحمد بتغريد يعني المدرب اليوم موجود باش مدرب غيره موجود شو حامد حنا ما نتكلم اليوم أن عبد المحسن العجمي منغض الكرة الكويتية ولكن أعطى فرصة خليه يثبت نفسه الأمر الآخر مثل ما تفضل كابتن صالح اليوم المدرب موجود باش مو موجود ولكن هذا يعطي انطباع عند الاتحاد زين أنه والله عبد المحسن العجمي أوكي أنه يغرد على أي كذا وكذا فلا تهدم الجسور أو لا تقطع الجسر أتمنى من الأخوي عبد المحسن أن يتراجع عن تغريدته ويمسحها ويمسحها ويتمنى التوفيق للإخواء الموجودين والفرصة إن شاء الله موجودة هذه نقول للأبوان وردنا عبد المحسن العجمي أو غيره عبد المحسن أو غيره هي كحالة قلة خبرة في النسبة للعب صحيح ملومة قلة خبرة يبقى ولدنا اللاعب في النهاية عنده مدير في النادي عنده رئيس نادي شاور شاور زين يعني قبل لا تكتب شاور أنا أكتب أتمنى التوفيق شوف له كاتب أتمنى التوفيق لإخواني اللاعبين وهو وهو تصير وقحة أحلى صح أتمنى ما يقول لها التأثير المباشر إن شاء الله أنا أتمنى أنه يمسحها وإذا مسحها كلامنا هذا حامد حق مصلحة تعبد المحسن بالضبط ولا نعم ونقعد نلومة بالأكس حسنا من محبينا وعشان شي كان نحن نحبته وذكر بخالد جمال مبارك بالنغاش قاعد يدور حوال عبد المحسن العجبي لأنه حبينا هذا اللعب ومني في موهبته ولكن وإذا مسحها إن شاء الله ماكو شي عالعذب الشاب شكتب شكتب في اللعب سنتبريات هذه الحالة اللذكرها نقولها شد حيلك نقولها شد حيلك يا كالتب أكيد عذب الشاب أكبر أكبر يعني كنت في المدرج وما تم استدعاك عذب الشاب شارك شارك جميل مبارك تغريبا فهذا معنات أنه لا يوجد أحد ثابت مكانه بالمند ألا موهبتك أنا قلت لك عذب الشاب بداية الكلام لما تكلمنا بداية الحلقة على عبد المحسن أنا قلت العلامة الاستفام الأكبر على عذبي صح اللي هو شارك تغريبا بغلب المباريات هذا مؤساسي البديل ويتم استبعاده يعني نسمع أن المدرب صحيح فيه تخبطات ومدرب تأوى مثلا كان متواجه في فترة قصيرة لكن فيه علامات استفهام كبيرة يعني ما تدري شنو يعني بعقل المدرب أو شو فكر فيه صراحة يعني حتى الاختيارات أنا تقول أنت كأختيارات أنا وأمي باختيارات أنه ما تأخذ جمال ما تأخذ وال بس لاعب معاك لاعب ستة مباريات وتستبعده هذا فيه علامات استفهام كبيرة صراحة أبو أنور الحين خلاص أحين كلنا وراء وراء عيال اللعبين اللعبين اللي تم اختيارهم والفرصة خصوصا اللعبين الشباب اللي موجودين في تشكيلهم نقول لهم بأن كاسر خليج فرصة عندكم ثلاث مباريات ودية تثبتون نفسكم فيها ممكن أن تأخذ مكان أساسي في بطوة كاسر خليج أول أنك تقعد على المدرج تصبر يعني شوف ماكو لعب من هلكبات دشو لعب على طول صار أساسي يقعد احتياط زين يأخذونه يلعب زين أنت تثبت أنت تثبت أنت اللاعب تثبت أنا والله يعني لو اللاعب موجود ددامي أكلمك ددامي يقول لي رجعني رجعني خلاص هذا المدرج ما يبيني في المتخب زين وأروح للغرفة أسم بالله يمكن يسمعني الحين صد وأقول له يا معود أصبر كذا عشان ما أصلحتك وهذا كان شاب صغير صار نجم النجوم كرة زين هذه الخص زين فأنت اليوم لازم تصبر كلاعب ولله لعبير الكبار لازم تحترمهم لا تقول والله أنا يا لا لا كذي أنت قليت على نسك وان ورد كاس الخليج أو كاس العالم هذا الشخص كم مرة جيتني زعلام وقلت وقلت لحجيك الفرصة صحيح ولا تستعجل عدن وكان منرفز نعم نعم ودشت على الغرفة كذا مرة وكان زعلام وكان زعلان وكان ضايق خلقه وكان ويبيش دي المدرب قلت له يا كابتن لو شجع أنت ووسع بالك وراح تجيك الفرصة هذا شاهد أكبر شاهد خليجي تناعش إنه اللي في أبوظوبي وين وصل يا وائل وصلت لي أفضل مدافعين طلع من طورة صلاح لا شوف الأفضل مدافعين آسي شوف بخالد بكلهم حصل لأ واحد إيشيشة إيشيشة بخالد الحالة اللي مرت فيها ذكرى كابتن وائل سليمان مع أني كنت تنافس النويا على المركز لها صح عشان تكون بصورة أفضل تنافس النويا الحالة اللي مرت فيها اللي مرت فيها كابتن جمال هي الحالة نفسها اللي عذب شهاب أو عبد المحسن العجمي أو أي لعب ممكن هاقي بنفس إنه المفروض أنك تواجز بالمنتخل أيضا لعبين احتياطر الحين بالمنتخل ومروا بنفس الحالة اللي مرت فيها اي اي شوف بس أنا وحين أنا منو كان عندي يعني سماح احترام من الكل يعني اللاعبين المتواجدين كان عندي وائل سليمان موجود بالفريق يعني كانوا لغوا مشكلة زعلان على مكانها لا لا نفس المكان يعني أنا ضايق حتى ما كنت عشتك أي أكلم وائل ولا شي وائل مرات هو من نفسها يكلمني جمال أصبر رح تيك فرصة رح تيك فرصة رح تيك فرصة اقعد ترى في شغلة لازم تتعرف أخوان المشاهدين عرفو اللاعبين باللخص وائل ذكرها نفس المركز قال لي انطر 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 سبحان الله يوم لعبت لعبت وياه مبارا بالتصويرات كاس آسيا ورا كاس الخليج على طول بمبارات أوزباكستان نهي بالكويت يعني ولعبت بمبارات وكان واقل كل ساعة يكلمني وشجعني هذا الفرصة ياتلك الفرصة يكلمني داخل الملعب موت بالفرصة شتحيلك شتحيلك كل ساعة يذكرني كل ساعة يذكرني داخل الملعب لله الحمد يعني بقولك أنا بساعة بدأت حلقة كابتن والسلامان وشي ليش لانا مارست بياه كاس آسيا تصفيات كاس آس كاس آسيا كاس الخليج يعني كان كل ما والسلامان ومبس مع جمال المبارك مع اللاعبين الناشئين كلهم موجدين الشباب كان يحتوينا وكان ينصحنا كنا نقدر يعني تلعب يعني تقعد مدرج اعتيار اتفكر الكلام اللي قلولك اياه صجكها بداية اقولك على نفسي صح ضايق شاب اكيد كل واحد عمره 19 سنة لازم اكون لا لا العب شايف نفسي افضل لاعب العالم ما يصير هذا غلط هذا غلط تفكير اللي فكرت فيه كله غلط بس لو مو كابتن والسلامان وحب فيه قيادية معي بالفريق لا والله كانت تلقاني اشوى ما في تويتر اكتب البيجر بعدين بعدين حامد استبعادك من المنتخب من المنتخب مو ما هو نهاية المطاف كنا رح للمنتخب استبعد مرات المنتخب مرات بالحالة بس متى انت المفروض تقصير لما تكون تلاعب تيك الفرصة ما تقول انا ايتني الفرصة لعبت ولا ما لعبت راح احرد مرة ثانة لا 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 لما تكون الفرصة لن تثبت نفسك و لما تكون الفرصة تخسرها و تقول المدرب لا تجعلني ألعب سلاة لازم نصيح لللاعبين متواجدين الان نصيح لللاعبين متواجدين الان بطولة كاس الخليج جنس ما قال جمال إعلاميا و ضغوطات و الأمور هذين و اجتماعيا و اجتماعيا صدق لو تلعب تصفية كاس العالم هذه كلها أساسي و تبدع والله ما راح يطل أكل كاس الخليج ما راح يطل أكل كاس الخليج شوف أخي حال أنا أنصح اللاعبين بطولة كاس الخليج أي واحد يأخذ فرصة أنه يثبت نفسه يعطي من نفسه من يوم بالإمكان يعني شوف أنا مريت بعددنا مريت بتجربة غاسية أيام البونفسكي أول تصريح صرح ما بيلاعب فوق ثلاثين سنة صح و أنا كنتوني وصل ثلاثين اللعبت معاه شرط واحد براء تجربية وبعدها ما أخذني نهائيا وكنت طبعا في مستواي وكنت طبعا ألعب وكنت بالمتخب أساسي ما استبعت ولا بطولة فهي شيء يحز بنفسك أنه كنت والله طول هالسنين تلعب صار لك تقريبا ثمان سنوات سنوات أساسي ويجي مدرب مدرب مثل بونفسكي تدخل ولا يكلمة فصرح تصريح الشيء هذا فبيني وبين نفسي قلت يا أنا يا أنت أشد على عمري صح بعد هيروشيما خذينا مركز الثالث صرح وألسليمان أفضل لاعب آسيا صح ما رح تدخلت واسطات ولا قلت له والله ما أني لاعب ولا ما عني شوف ما عني كنت لاعب وانتخب ولاعب أساسي ما كنت بس بنادي أو أنطر الفرصة فخليتها يصرح الحمد لله بإصراري ومستواي بعد الله وألسليمان أحسن لاعب في آسيا فلازم يكون عندك الإصرار والحماس والصبر الصبر أهم شيء هذه الحالات الحية موجودة مع كبات كان متواجدين وأيضا كمدير جرب كل المتخبات بو أنوار ذكر لاعب ما ذكر اسمه بأن لو لا قاعدتك معاه بالغرفة والضبط وأنك تعطيه الدافع المعنوي بالضبط لازم تعطيه ما كان نجم هذا هذا لا يسيرون مثل عيالك زين إذا ما تحتضنهم إذا لأنك أنت قاعد تشوفي أخلاق أدب والحضر زين لكن ليه حين أموم هيئة نفسه أنه جدامة بشار جدامة جاسب لي هويدي جدامة علي مروي جدامة فلان حمد صالح أي زين لازم أنت هنا يعني تروضي تهديه ليه ما تي فرصتك وتشجعه وتشجعه سواء كان لعب مهاجم أو بالنص أو أو بالدفاع بعد فضعت مهاجم لا 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 أنا قاعد أقول لك أي كان أي كان هي كحالة لا بالعكس لا بالعكس هذا دور لداري الناجح هذا دور لداري الناجح صجي صجي والله بالسابق إما تم اختيارك لمنتخب كنا ما نصدق هذا رغم واحد رغم اثنين رغم اثنين اللاعبين اللي جد دامك أنت تطالحهم شون شون ألعب مكان أي واحد فيهم كل واحد أفضل من الثاني يعني كان توفرت من اللاعبين يعني اللاعب كان لما يحطون اسمه بالجريدة يعني تحط الجريدة يعني تمشى فيها بالفريد هذا اللي شدنا التساؤل بمحمد بأن اللاعبين الثلاثين يتم اختيارهم أي أن كانت اللاعب الخبرة أو الشاب أو اللي متواجه من المتخب الأولمبي فرصتك بالتالي مباراة تجربية وكاس الخليج لا تقولي والله فيه لاعب ثابت مكانه ما راح يتغير لا أشوف محمد اللاعب لما تقول أنا والله مثلا اللاعب هذا ثابت ما راح يغير للمدرب هذا أنت ما راح تلعب خلاص صحيح أنت راح يحوشك أحباط أنت ما راح تأدي فلا تلوم المدرب وقته أنه ما يلعب كأن أنت ما ثبت نفسك المدرب صدقني حامد أي مدرب أي مدرب إذا عنده لاعب متميز ولاعب زين ولاعب يفوز أو يفيد بالفريغ شيء طبيعي أنا به يعني ليش أنا عندي جمال لاعب زين وما بي جمال لا لا أنت تخلي نفسك تفرض نفسك عن المدرب أما تقول أن لعب تلعب تلعبية ويمكن يصفين أو يمكن يخليني مدرجة أو يمكن يخليني إحتياط لأن المرة وائل موجود طول عمرك لا تلعب أنت مفوض لما تلعب تلعب يعني الفرصة للمتيك أنت خاص لازم تمسك الفرصة هذه لأن الفرصة للمتيك أول مرة لا تلعب مرة ثانية إذا أنت ما لعبت زين المدرب راح يشوف واحد غيرك فأنت الفرصة لما توصلك الفرصة لازم تعطي من كل نفسك سواء مبارات تلجيبية حتى لو تقسيمة قبل أن تكون تقسيمة ما ننسى بأن تقسيمة تقسيمة كانت أغوى من المبارات والله لأن تقسيمة يا حامد كانت أغوى من المبارات تقسيمة يهو هلا اللي خسر في البعض بالضبط أنا أرجع كل شوي لمساج محمد بداح نذكر مبارات أودية 9 و 12 و 15 بأنا نور كل يومين مبارات مع منتخبات يعني نقول نحن منتخب السوري لازم يعيش دور البطولة منتخب السوري والمنتخب اللبناني ومنتخب اليمني معه في بتقسيمة فالختيار كان موفق أنت هني قعد تهيئهم حتى بالبطولة بطولة رحت للمتشدية بالضبط عرفت؟ فلازم تعيشهم الأجواء في ناس أول مرة يدشون طعيه بالضبط فلازم تعيش هالأجواء كل خمسة أيام مبارات ودية لا لازم يعيش الوضع اللي بدشته والوضع أيضا إخوانا الإداريين بالاتحاد الآن أو مدير المنتخب هناك فيه تهيئة خاصة بالنسبة لللاعبين خصوصا لبروت كاس الخليج أن أضواءها وضغطها الجماهيري لتبهرك وممكن أنها يا أنها تصعدك فوق أو أنها ممكن أنها إذا أثر في إذا حط في باله بأن أكون أو لا أكون في هذه البطولة ممكن يكون لها تأثير مباشر على اللعب يعني منتخب اللي قوي كم برات رحلة ثلاث خليج ثلاث مباريات هذه المجاية إن شاء الله يعني أنت وفق نلعب أكثر خمسة راح تلعب أقل شيء أقل شيء أمام ستين ألف وتفتلك في الملعب غير دول الخليج راح تنقل دول الخليج راح تحلل نفس التحليل بالضبط راح تكون حديث تحلل السنتر يحللون والكاس يحللون والدوبا يحللون والمغردين والسوشال ميديا كلها فأنت اسمك راح يصير ترند أعرف فهذا الفرصة اللي يقولون عم هالشباق أسأتمنى أن اللاعب ما يديش خاصة مو يديش يعني لاعب أنا أسأل المثال الحبل المدرب أديش ملعب متعالي متعالي لا 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 ديش اذبح نفسك داخل الملحب ديش اذبح نفسك داخل سواء أنت تحارس الدفاع وسط مهاجم لازم تستذبح لازم تستذبح عشان سمى الواحي ديش ملعب ولا إحنا كجباه لما نشوفك شوفتوا أمام منتخب كوريا لوردون ما فازة بس الجمهور قام يصفق حق الفريق بس شاف الأداء وشاف الروح للقتالية لعند الله هذا الحن اللي قيل أنا قبل نسيت تغرير عندنا نشوف تغرير عن الملعب تدي بمتخبات والإقامة في خليجي 26 نتابع معكم مشاهدين الكرام هذا التغرير ومثمنا ودريكم وبقو معنا تتسارع وطيرة التحضيرات لبطولة كأس الخليج العربي من أسختها السادسة والعشرين والتي تقام في دولة الكويت من الحادي والعشرين من ديسمبر المقبل وحتى الثالث من يناير من العام القادم حيث شهدت التجهيزات للبطولة نشاطا مكثفا في جميع الأصعدة بدءا من تجهيز الملاعب وصولا إلى تحديث البنية التحتية لاستقبال الآلاف من المشجعين والزوار وفي إطار الاستعدادات المكثفة للبطولة اعتمدت اللجنة المنظمة للملاعب المخصصة لتدريبات المنتخبات المشاركة حيث سيجري منتخب الكويت تدريباته على ملعب نادي السلمية بينما اختير ملعب نادي كاظمة ليكون مقرا لتدريبات منتخب قطر أما منتخب الإمارات فسيخوض تدريباته على ملعب نادي اليرموك في حين سيتدرب منتخب عمان ملعب نادي خيطان وفي المجموعات الثانية تم تحديد ملعب نادي الكويت ليكون مخصصا لتدريبات المنتخب العراقي بينما ستكون تدريبات منتخب السعودية على ملعب نادي العربي أما منتخب البحرين فقد تم تخصيص ملعب نادي القادسية ليكون مقرا لتدريباته في حين سيخوض منتخب اليمن تدريباته على ملعب نادي الشباب كذلك تم تخصيص ملعب الساحل مقرا لتدريبات الحكام المشاركين في البطولة كما تم اعتماد فندق ريجنسي لإقامة منتخبات المجموعة الأولى بينما تقيم منتخبات المجموعة الثانية في فندق جوميرا مما يهفر بيئة مثالية تعكس الاهتمام بأدق التفاصيل لضمان نجاح البطولة طبعا معكم مشاهدي كرام هذا التغرير عن الملعب المخصص لتنمتخبات المتخبات أعدو أذكر المجموعة الأولى مجموعة منتخبنا الوطني طبعا منتخبنا سأhea للعب على النادي السالمية المتخب قطر على نادي كاظمة منتخب الإمارات نادي اليرموك منتخب أمان نادي خيطان المجموعة الثانية المنتخب العراقي على نادي الكويت والمنتخب المتخب السعودية على نادي العربي المنتخب البحرين على نادي القادسية ومنتخب اليمن على نادي الشباب أما بالنسبة لملاعب التدريب بالنسبة للحكام سيكونون على ملعب الساحل الفنادق المخصصة لإقامة المنتخبات المجموعة الأولى في النقر الجنسي والمجموعة الثانية في النقر الجمهوري هذا التجمع بأنور صراحة حلو يعطيك أجواب مختلفة لكن الملاحظ بأنور ثمن ملاعب هي مشغولة بالنسبة للمنتخبات غير ملاعب اللي راح تقام عليها مريات لين؟ عسان تشيري هذا الشيء الحلو ومرتب أنا صراحة من هال البرنامج أوجه رسالة حق أخوي بشار عبدالله اللي هي؟ اللي هي أقول لها يا أبو عبدالله يا بشار الأندية اللي ما عندها ملاعب زين؟ طلعوها معسكرات خلوها تمرن خلوها تحتك خلوها تلعب يعني مو معقولة يقعدون بدون ملاعب طلو المدة هذه طلو المدة موجودة الفكرة موجودة الفكرة موجودة يعجلو فيها موجودة تحت الدراسة عشان أنها يكون نفس ما تفضلت إذا صارت الألية أبو محمد شو رح تكون؟ اللندية اللي ما عندها ملاعب هذين ستة الملاعب اللي هي اللندية السالمية العربي لكويت هذي لي أنه يطلعون معسكر في الفترة هذه في الفترة هذه المجموعة الثانية أي قولي الفريق اللي تتدرب بالنادي العربي رح يوصل نهائي آه النادي العربي منتخب السعود منتخب السعود أخضر بخضر أخضر بخضر قالها من زمان قال منتخب السعود رح يوصل نهائي ويطلع فرصة أن يتمرع عن هذا العربي آه 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 المسلمان المجموعتين أو المجموعة متكافية بالنسبة للمجموعة الأولى ومجموعة الثانية مجموعتنا مع المنطخب القطرية المنطخب الإماراتي المنطخب العماني مجموعة الثانية المنطخب العراقي والسعودوي وبحريني واليمني هي الحظود المتساوي بالنسبة للمتخب حتى اليمن يمكن ما شفناه من سنوات ولكن من المنتخبات المميزة صراحة اللي يعني سيكون لها سيكون لها تأثير في هذه الدورة خصوصا مجموعتنا أبو خالد يعني المنطخب القطري المنطخب الإماراتي المنطخب الإماراتي اللي فاجأنا بنتجة كبيرة على المنطخب القطري ومنطخب العماني اللي معنا بتصفيات المنطخب العماني بايز على الناربعة ومنطخب الإماراتي بايز على قطر خابسها وراح تجابرون مع بعض وراح تصير على قطر كفرة كفرة هذه اللي أنا متفائل فيها في مجموعتنا اش لون بانو بذكرني وكلام صح الإمارات مو الأمارات الأولي وقطر مو قطر الأولي عرفت وعمال إحنا وياهم مقاضب مو مغياس مباراتنا بالتصفيات ما كانت مغياس صحيح ممكن هي كبيرة لكن مو مغياس نتيجة فأنا ما أستبعد إذا إذا متخب الكويت اللعب الخمسة واربعين دقيقة هذي زين شفت الخمسة واربعين دقيقة هذي ليش ما لعبتها من الشرط الأول ليش ما لعبتها معنات أن اللياقة موجودة اللياقة محصول اللياقة موجود أنك أنت قاعد تضغط تذير ليش اللياقة موجود لأن لعب اللاعبي الأساسيين بلد دي شفت شيون أهوات أهوة تساؤل البعض يقول ماذا يدل هذا المكانيات وين هب البلد تساؤل البعض ليش يقولك هذا المدر المحيير لن يكون لعب لأساسيين إن شاء الله لنه فرصة يمكن ليش لا ليش لا هذا يقول الغذب لنه فرصة نتأهل الدور الثاني لكن بمحمد يمكن الأداة والشخصية والحماس يختفي بطاطة كاس الخليج أكيد بشكل مغاية وأنو أرقبو شوية كلام تم ذكر البرامج والسوشال ميديا كلها مركزة على اللاعبين بالمنتخب أنا 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 هذا غير مثلا يروح يشوف الإداريين ربعا اللي صاروا في المنتخبات صحيح وصالح ومح اللو بيتلقى خليه عرس رياضي كل لاعب كل لاعب مو بس متخب الكويت كل لاعب على مستوى الخليج كله وين كان أول بروز له كله من كاس الخليج كله من كاس الخليج جميع المنتخبات كله كانت من كاس الخليج فأقولك لما يقولك أجواء كاس الخليج لا تستطيع تشرحها ما هي يعني هي معنوية أكثر يعني ليس بالكلام تنقال هي داخل إحساس إي حساس داخل لا تستطيع تشرحها واللاعبين سيحسون فيه إن شاء الله في البطولة هذه وأتمنى هذا الإحساس لا ينعكس عليهم سبب بالعكس يكون لهم معنوية أكثر أنا قلتك تصفيات هذه اللعبناها ستة مبارئة اللعبناها هذه يعني كفة صحيح وبطولة كاس خليج صدقني بكفة اللعبين سيعيشونها بأجواء جدا ممتعة هذه الحماس أبو بوسليمان أكيد أنتو كلاعبين والأجواء أجواء كاس خليج تكتولها ولها وقع خاص خصوصا إنها أكيد أمر طبيعي إن تصفيات كاس العالم بطولة كاس آسيا هي بطولة أعلى من بطولة كاس الخليج لكن كقيمة خليجية تفرق معكم كلاعبين شوف كانت دوري المجموعات المجموعة وحدة نوعا ما كان فيها شد أكثر وكان فيها توتر أكثر بالنسبة للاعبين ومدربين وإداريين وأجهزة فنية بس اليوم لما نشوف في المجموعتين نوعا ما قل التوتر أنا بالسابق كنت أطرر مثلا تلعب مع المنتخب السعودي أو العراقي فهذه الأمور يمكن تأثر عليك يمكن حاليا الضغط يكون أغل لأنك تلعب مع ثلاثة انتخابات في السابق تلعب مع ست منتخبات كلها فيمكن التوتر حاليا يكون أغل التركيز يكون أكثر لما تفضل بغض النظر عن مفايج تتكلم عن أمان أو الإمارات أو قطر ولكن نتكلم اليوم عن المستوى حنا اليوم في دورة الخليج مو قبل شهرين خسرنا من منتخب العمان اليوم نتكلم عن مبارات مبارات رسمية وأعتقد أنها منتخبنا إن شاء الله أنا متوقع إن شاء الله النهائي إن شاء الله وإن شاء الله بدل الآن نتوقع أن المتخب سيقدم أعداء طيف إن شاء الله بالإن شاء الله خادي همك البطوة كاسر الخليج أنت كلاعب ساعات تقول أنا ما بي أكون بمجموعتي منتخب الفلان مثلا منتخب السعود مثلا وجماهرية والنجوم الموجودين لا أنتوا كلعبين أتمنى منتخب السعود مثلا يكون بمجموعتي لأن أجواء مختلف شوف نضعنا فارغ الإمكانيات بالنسبة للعب شوف أنا مجامية الصراحة ما لعبتها كنت لعبها قبل تجمر مجموع اللعب لعب هي لعبة سعودية يعني أنت كنت لعب اللعبة سعودية ديربي الخليج الصراحة كنا نتمنى كل اللعب كان يتمنى كأمني يلعب أول منتخب السعودي أول شيء ديربي ثاني شقلا النجوم لعنده منتخب السعودي وأهم شقلا في كاسر الخليج إحنا كخليجيون كلنا الحين ليش نقولك إحنا كاسر الخليج غير إحنا كنا متشربوا كلنا مع بعض يا العم يا الخالة والدختك والدخوك يعني تنتهي الامبارات اللعات ولجمهور الكويت ولجمهور وللوحبين هذي حلوات ندق على بعض ما نافذنا عليكم نوية وقبل البطولة نحن أنا على يقين أن الكل قاعد عنده ربعة بسوان بالخليج سعودية الامارات قطر البحرين عراق اليمن دول الخليج كلنا من الحين بل بل شبع ترى رح نفوز عليكم احنا نفضل منكم احنا نفضل منكم أجواء الخليجية الحبية هذي حلاتها هذي من الح البطولة بالضبط وشوف الجماهير اللي ترى رحتي رحتي الجماهير حتى التسجيع مال من معايات صحيح حتى الديربي بين الجماهير ومو بس اللاعبين ومتخبات صح بين الجماهير نفسه اوه اجواء اجواء متحمسين انا اقولك صراحة قدي اسكن بأحد العماير اللي عند المباركية من الحين من فوقش صراحة طالي الجماهير الخليجية لا اكيد الفعاليات ستكون موجودة لكل الجماهير الخليجية اوه 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 سيكون مغارهم المباركية ومرحب فيهم في كل بقع من هذه العرضة الطيبة شاكلك بو أنور حياك الله أعطيك العافية وفي النهاية نقول هذا منتخبنا ومتخبنا كلهم الله يوفق وما لا نعيد الكلام ونكرره كلنا وراكم يلا يزرق الله يوفقكم ان شاء الله ابو محمد كل شكور لك مشكور حامد اسمه ابو محمد هذا منتخبنا واللاعبين مستبعدين ما هي نهاية المطاف واللاعبين يتواجدين الحين ان شاء الله فيهم الخير للبركة وإذا أتتهم الفرصة كل واحد يمسك على فرصته ويثبت نفسه فيها يعطيك العافية مشكور حامد أتمنى مباريات السعودية والعلاق اللي على نادي الصابقات انها تنغل لستاذ جابر لأننا نعلم الكثافة الجماهيرية راح يكون ضغط على المكان وطبعا ان شاء الله صوتك يوصل وأكيد طبعا لجنة المنظمة وضع تتصور النهائي لمثل هذه مباريات خصوصها مباريات الجماهرية وخلوه دلارك العافية توفيق ان شاء الله للجميع ونجاح البطولة هذا أهم شيء ان شاء الله الله خمه أقلب المستانية نبي عجلوه لنا بسرعة أي مباراة أي لو استعراضية لو حبية يشغلون في أستاذ صرابيخات نشوف نجرب نجرب حتى احنا بنروح نشوف بالضبط ونطالع هذا ونشوف نشوف ناخذ على بروفا أي والله صوتك وصل إن شاء الله ما لابي على طول ونشوفكم إن شاء الله في حلقة الغد نشكركم طبيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر